قدمت الحكومة الإسرائيلية طلباً إلى محكمة العمل اللوائية لإصدار أمر احترازي ضد نقابة المعلمين من أجل منعها من إعلان الإضراب في المدارس الابتدائية وعدم فتح السنة الدراسية في الأول من أيلول المقبل ويأتي تقديم الحكومة للطلب إلى المحكمة قبل أربعة أيام من افتتاح السنة الدراسية وفي الوقت الذي أعلنت فيه نقابة المعلمين عن نزاع عمل بما يتعلق بظروف عمل المعلمين مؤكدة أنها لن تفتتح السنة الدراسية في حال عدم التوصل إلى حل من جهة أخرى يشرع العاملون في المختبرات الطبية بإضراب مفتوح ابتداء من الأحد المقبل احتجاجاً على ظروف عملهم وأجورهم الشهرية وبعد فشل كافة المحادثات بين النقابة ووزارة المالية